ترجمة نانسي قنقر نبدأ في أحمال المينجردر المفروض هذا هو أول سكشن في المينجردر ولا تقض معنا لآخر السنة كل حاجة فاتت خدنا في سكشن واحد نمال المينجردر نحسب لها أحمال ونصمو لها جزء جزء فيها وهذه أصحب حاجة في المقنة هجانبا حسابات الأحمال عموما أول حاجة نبقى في الستجرسيستم بتاعنا لأول قمرة بتاعتنا ببنو الأحمر دي هي المينجردر وعمودي عليها القميرات الكروس جدر بالنصمار والنصمار والنزع اللي هو الستجرس فالستجرسيستم بتاعنا هنفترض أنه سيمبل طبيعي طبعا أنه ممكن يبقى فيه باغلة في النص وممكن تبقى دابل تراك ودابل زبان وكده ولكن احنا في شغلنا في الترمي دا هنفترض أن الكاميرا بتاعتنا سيمبل وزبانها اللي هو زبان كوبرى كله وطوله قل مطلوب من نقل نقل سريكشن النهاردة زي ما هو نحسب حمال ونجيب من نقل السرينج أكشن وطبعا التصميم فلو خدنا المثال اللي هو هنالحقنا معدين به من أول السنة اللي هو كوبري ديك دابل تراك زبانه 27 متر المسافة إلي ك 27 إلى 9 متر كوبري بتاعنا زي ماذافقنا هيبقى كوبري سيمبل طوله 27 متر اول حاجة نبدأ بها الاحمال المدد و المليف بعد ذلك نعود اللي هو المليفلود و المليفلود نعود الدوناميك إفكت فكتور المدد زياد بالإمباكت والكلام ده نفسه التبنى الدد واللايف والدوناميك إفكت فكتور و المدد زياد بالإمباكت و كو دد زياد بالإمباكت كما نمشى كل سيكشن نأخدناه قبل ذلك أول حاجة عندك نوعين إما وزن الحديد نفسه وزن الكوبري لستيل كمنشأ وطبعا من نفرضه أو وزن التراك وزن التراك طبعا نعرف إنه 600 كيلو جرام على المتر الطولي وزن الستيل عموما لو أنا شغال كوبري تيك بريتش بيساوي 9 من 10 زائد 500 بحس إن ال ال دي هو طول الكوبري دي معادلة افتراضية لمتوسط أوزان الكباري لو أنا شغال كوبري هتبع نفس المعادلة بس بدل 9 من 11 هتبقى 1 من 11 الحالة دي طبعا لو أنا شغال سينجل تراك لو أنا شغال دابل تراك هضرب المعادلة دي في 1.85 ممي لو أنا شغال دابل تراك هحسب ال WS واضربه في 1.85 ممي يبقى كده ال WDeadload عموما بقى كلها على بعض كده بتساوي إيه أقلك لو أنت شغال سينجل تراك بريتش هيبقى WDeadload بيساوي WS على 2 اللي هو وزن الكبري كله على 2 لأنك بتحسب للكاميرا الواحدة زائد وزن تراك على 2 تمام؟ لأنه تراك 1 متوزع متقسم من 30 طب لو هو دابل تراك هيبقى نفس القانون برضو WS على 2 وزن الحديد على 2 زائد وزن تراك كامل تمام؟ ده هيبقى وده هيبقى تراك تاني وطبعا زي مقاطعك WS ما ننساش تضربها ايه في واحد خمسة وتمين مية لهو ايه دابل ففي المسألة اللي معنا كان كوبري ديك بقى دابل تراك اللي زمان بتاعه 27 متر هنحسب له أول حاجة ال WS WS في حالة الدك بتساوي 9 من 10 زائد 500 L اللي اللي هشلها وحطه طول الكوبري اللي هو 27 مما ان الكوبري بتاعي دابل تراك فقد درب المعادلة دي في واحد خمسة وتمين مية يعني بيساوي في النهاية 4.1 7 تن على المتر بس ده مش ال WD ال WD ده بقى بتاع الكاميرا الواحدة بتاع الكاميرا الواحدة مش الكاميراتين مع بعض بيساوي ال WS على 2 اللي هي 4.1 7 على 2 زائد وزن التراك الواحد اللي هو 6 من 10 فيساوي 2.7 من 10 تن على المتر تاخد الأحمل بتاع الجهو تحطوها على الكاميرا اللي طولها 27 وعشرين وتحسب ال WD وال MLI ال WF اللي تربعه على 8 و WF اللي على 2 ال WD بـ 246 تن في المتر وال QD بتساوي 36 ونص تن طبعا الحسابات نفسها طلعها زينية سهلة ومباشرة اللي هي شكل الأحمال ده طبعا احنا حفزناه خلاص ، بضع έχمال نص 10 ونص وقا كذا وبعدها هلم احماية موزعة 4 أحمال مراكزة وبعدها هلم احماية موزعة من وشمال مطلوب منك إنك اتجو اهم على الكاميرات f off اللذي falando الطبيعي والبادية هي انك تجب أyan المراكزة في النص عشان تجبي المكسومين عشان الأحمال المراكزة هي الأحمال لكبيرة فتحطوها في النص عشان تجيب لك أقصى عزم في الشير كذلك هتجيب الأحمال لناحية الركيزго عشان تجيب لك أقصى شير زي ما كنا بنعمل في السترينجر وكنا بنعمل برضو في نفس الوضع بيقول لك ايه بقى هنا بيقول لك انك بوقت وحط الاحمال بتاعتك على الكاميرا وديحسب المومنت عادي جدا واجيبه ارقام صحة وكل حاجة ما عندش مشكلة في اي حاجة لو انتش خاطر في السترخشل وشغل اقل حسب بس بما ان الاحمال بتاعتنا المرضى بقى كتير ما زي السترينجر الاحمال المرضى هتبقى كتيرا شوية واختبالك هتبقى يعني احمال كتيرة وعلى طول كتيرة واربع احمال مركزة واحمال موزعة مين واشمال ومش عارف كده احمال كتير فبيقول لك ايه يفضل يعني يفضل انك تستخدم الانفلانسالين لو مش عاجبك ومش مقتنع بيها ممكن تشتغل عادي مسألة استرخشرة عادي وتحسب المومنت في النص القامرة وخلاص لو هي الانفلانسالين مش عاجبك ولكن انا بفضل اشتغل بالانفلانسالين على اساس ان هي ايه هتقلل فرص الخطأ شوية هتلاقي الدنيا ايه سهورة التعامل معها عن الحسابات العادية فمثلا لو انا عايز احسب الماكسما مومنت هرسم الانفلانسالين بتاع المومنت حامل المتحرك مقدار واحد طن متحرك على الكاميرا هيعمل الانفلانسالين مقداره واحد في الاعلى الاربعة واحد لو وقمت الحامل في الاعلى الاربعة دي ايه كمه ايه العزم على اعتبار ان الكما دي موجودة في النص فلو مثلا بعد ما رسمت içinde الانفلانسالين هو مقدار القلاع A4 د車 ومعي حامل مقداره Bi حامل كده قدامي هاه اسمه Bi تمام موجود ماشي على القاميرا دي هبص تحته كده واشوف مقدار YI مقدار YI ده هو ايه هو مقدار كيمة الانفلانسالين اللي تحت الحامل تمام ال Bi والyi الحمل مقدار الانفو الموصلين الموجود تحت الحمل على طول. يبقى كده الاملايف بتساوي ايه? سمشا البي اي في الواي اي. يعني انا هكرر موضوع ده ده لكل احبال. اي حمل مركز هضربه في الواي اي اللي تحته. اي حمل اضربه في الواي اللي تحته. اي حمل اضربه في الواي اللي تحته. اجمع الكلام ده كله يبقى ده مقدار بتاعي. لو انا شغال دبل ترك هضرب الرقم اللي اطلع له ده في اتنين. تمام? يبقى انا اشغال الاحمال بتاعته هي اتناشة ونص دي على اعتبار نوة سنجل ترك. لو انا اشغال دبل ترك هيبقى هضرب الرقم اللي اطلع لي في اتنين. الشير نفس الوضع برضو. ولكن انفو الموصلين هتبقى مختلفة شوية. هتبقى انفو الموصلين عبارة على مسلس. راسه بواحد وبدأته بصفر. تمام? الشغلة طبعا انت عارفينه بالستراكشن يعني. آآ راسه المسلس بواحد وقيمته في الاول بصفر. بحس برضو نفس الوضع. قيمة الشير عبارة عن ايه? البي اي في الواي اي. تمام? مجموع البي اي في الواي اي. لو هو دبل ترك خضرب رقم ده في اتنين. طب ناخد كده في المثال بتاعنا. لكن الاول بس ناخد ملحوظة بسيطة كده. بيقول لك ملحوظة بس لو الكبر بتاعك ده مكون من باكات زوجية. يعني عدد الباكات زوجي. ستة مثلا تمانية عشرة كلام من ده. يعني عدد الكورس جردر زفردي. فانت تجي ترسمها بالموازل ده هتلاقي بالشكل ده كده. يعني عدد الكورس جردر زفردي. فجابت لك كورس جردر موجودة في النص. واخد بالك يعني اجبت لك في النص كورس جردر. دي انا تجي عنه ايه? تجي عنه لما تجي ترسم بالشكل ده كده ترسمه مسلس راسه الا على الاربعة. اللي هو الشكل العادي بتاعنا. وتشتغل عليه عادي جدا وتحط الاحمال بتاعتك عادة على اساس من انفلانس لين. المقدار الا على الاربعة والمثلس بالمنزر ده كده. طب ايه الملحوظة بقى? ملحوظة بقى لو انت عدد الباكات بتاعك بقى فردي. يعني عدد بقى كده خمسة بقى سبعة بعد تسعة وكزا. يعني عدد كورس جردر الزوجي. فلما تيجي توزحه ما هتلاقيه بالمنزر ده. يعني ايه الفرق برضو? قالك في الحالة دي هتلاقي ان مفيش كورس جردر في النص. مفيش كورس جردر في النص. فهو بيقول لك ايه? ان في حالة ان انت معندكش كورس جردر في النص يعني عدد الباكيات فردي. انت مش موطرنك تحط احمال في النص. يعني ايه? يعني كيمة الانفلانس مش تبقى الا على اربعة. ليه? على اعتبار ان اصلا مفيش اصلا عندك احمال في النص. ليه? ما انت عارف ان الاحمال بتجي لك ناتيجة كورس جردر. مش الاحمال بتيجي من السرينجر تروح لكورس جردر وكورس جردر يودع لي من كورس جردر? طب انت اساسا في المنطقة اللي في النص دي ما كانش عندك اصلا كورس جردر. يعني انت اساسا في المنطقة اللي في النص ما عندكش كورس جردر. فبالتالي المنطقة دي المفروض ما فيهاش احمال ما فيهاش الاكشينات. فهو بيقول لك ايه انت مش مضطر انك تشتغل على الانفولنسلين بالكامل. مش مضطر تشتغل على كيمة ال 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 الاربعة. ما اللي بتعمل ايه? قال لك هتنزل كده بخط رأسي باللون الاحمر بالمنظر ده كده على المثلث بتاع الانفولنسلين. تمام بخطة احمر كده بالاتنين كورس جردر اللي موجودين في النص. وتقفل عليهم شكل الانفولنسلين بتاعك. طبعا المسابة بينهم بتبقى ايه? قفلتوا ازاي ان انا من عندي من الصفة كان زلت لحد الخط الاحمر ده وبعد كان مشتقفكي وبعد كان رجعت تاني تلعت للصفة. يعني بقى شكل الانفولنسلين بقى شبه منحرف بدل مكان مسلث. تمام? طبعا ده هيجيب لي ارقام ما اقالي من المسلث. لان الكيمة الانفولنسلين قلت صغرت. فيجيب لي طبعا ارقام ما اقال شوية. فانا كده اعتبر ايه ووفرت شوية. ان انا ايه قلت ايه ان ما فيش عندي احمال في النص. فكيمة العزم هتبقى قل شوية. فهيجيب لقطاع اصغر شوية. تمام? فده فرق. لو انا اشغال عدد الباكات زوجي اشتغل على المسلس. طب في المسألة اللي معنا دي كتعبارة عن ايه? كتعبارة عن ايه? ازبان سبعة واشرين متر. عدد الباكيات فردي. عدد الباكيات فردي يعني ايه? يعني الانفولنسلين بتاعي هيبقى المنظر ده كده. شبه منحرف. تمام? عدد الباكيات فردي بقى ايه? شبه منحرف. لو كان زوجي هشتغل على المسلس. فردي هشتغل على ايه? على شبه المنحرف. اه طب شبه المنحرف ده يرسمه ازاي برضو مرحبتش. اول حاجة هترسم المسلس اللي هو مقداره قليل على اربعة اللي هو الانفولنسلين العادي. واحد في اللي على الربعة. واحد في اللي على الربعة. يدينا كم? يدينا ستة بوينت سبعة وخمسة. دراس المسلس. هتجي على مسافة ايه? على اتنين يمين وايه على اتنين شمال يعني هنا في المسالة اللي معنا كانت تلاتة متر لايه فهي تمشي مسافة واحد ونص يمين واحد ونص شمال تمام وتحدد ايه خط افوك كده تحدد نضوتين كده المنظر ده نضوتين على المثلث بتاعك ده توصلهم ببعض الخط افوك كده تمام وتأفل عليهم شكل شبل منحرف يعني انا مشيت مسافة ايه على اتنين يمين وعلى شمال وقفلت عليهم شكل شبل منحرف تمام اجيب الرأس بتاع اللي شبل منحرف ده ازاي اعرف كنتم منين متشبه المثلثات متشبه مسلثات اعمل متشبه مسلثات ممن المثلث الكبير ده وايه والمثلث الصغير المثلث اللي رأسه ستة والمثلث اللي رأسه هيبقى ستة سبعة خمسة تمام اعمل تشبه مسلثات واطلع حكمة الستة دي تمام او لو بعد كده يعني ايه? اه لو انتم شاطرين يعني بعد كده تعرفهم ان الستة دي ممكن اجيبه طريقة تانية. ممكن مثلا اقول ايه? اه اه ال 13 ونص دي اطرح منها واحد ونص وقسمها على اثنين. اطعالي برضو الست. اعرف كل دلوقتي بحسبها ازاي. اه اه رص الاحمال بتاعك بيبقى عبارة عن ايه? عندك احتمالين. تمام? عندك احتمالين. اما انك ترص الاحمال بتاعتك بالتماثل. يعني تيجي في النص يجي ترص الاحمال بتاعتك متماثلة. من عند السنت اللين بتاع الكاميرا كده والاحمال بتاعتك تبقى متماثلة. تمانية من عشرة مين وتمانية من عشرة شمال وتحط الحملين للمركزين دول. وترص بقية الاحمال بتاعتك بقى ايه? مسافات بتاعتك. تحفظ طبعا المسافات اللي هي واحد وستة واحد وستة واحد وستة وتمانية من عشرة مين وشمال. وتملى بقى كل الكبري احمال موزعة. تحسب أطول الأحمال الموزعة وتحسب المسافات كلها وتبدأ بقى ايه؟ تركز الأحمال الموزعة بتاعتك. تمام؟ يعني تضرب الأحمال الموزعة بتاعتك اللي هي ربعة طن في المتر دي. تضربة في طول التوزيع بتاعة. يعني أربعة في عشرة وثلاثة من عشرة. هتديك واحدة ربعين واثنين من عشر. تمام؟ تحت كل حمل مركز من دول. تحسب الكيمة المنظرة ليه على شبه المنحرف اللي تحته. اقول الفرنسال اللي تحته. عرفها ازاي عملت يا شباب مسلسات. تمام؟ استو تواصل يا شباب؟ استو شغال؟. واصل يا شوانس. حسنوة فاصل مرة. ماشي نكمل. بعد ما ركزت الأحمال بتاعتك وحسابة الكيمة اللي تحتها. هتحسب الكيمة اللي تحتها ازاي. هتحسبها زي ما قلتلك. ان هو بتشاومه ثلاثات. طب لو انت مثلا يعني وصلت لنكلف العالي شوية. انت ممكن تعرفها بطريقة ايه. يعني مثلا ايه. المسافة اللي هي عشرة وثلاثة من عشرة دي. تمام؟ احسب لك المسافة ما بينها وما بين. يعني مسافة بين الركيزة. ومكان الحمل المركز. مقدرت ده. لدية عشر وثلاثةredictة من عشرة على اتنين. يعني عشرة وثلاثة من عشر على اتنين. تمام؟ لو انت جبت آآ اللي هي عشرة وثلاثة من عشر على اتنين دي. واسمتها كمان مرة على اتنين. هيديك اللي هي تنين بول特5 سبعة خمسة. تمام؟ طب الحمل المركز الاثنشر من اصر ده. لو انت مشيت المسافة اللي هي من اول ركيز لحد الحمل المركز اللي هي كام? اللي هي احداشر واحد من عشر. تمام? اه معكها تعمل ايه? اسم الرقم ده على اتنين. احداشر واحد من عشر وقسمه على اتنين. هدي كم? خمسة بوينت اه خمسة خمسة دي. يعني انا بمشي المسافة من اول الركيزة لحد الحمل. وقسمها على اتنين. تمام? وطبعا سيمتريك. يعني انا بشتغل اه نص يمين ونص شمال. يعني فيش واحد يجمع للمسافات من اه تنجمعا من ناحية واحد. يعني انا انشغال في ناحية اليمين. يعني اشتغل على مثلث اليمين. لو انشغال ناحية الشمال اشتغل على مثلث الشمال. تمام? فانا باجمع المسافات من اول الركيزة. من اول الركيزة بتاعتك. لحد الحمل المركز وبقسمها على اتنين. مش عجباني الطريقة دي ومش مقتنع بيها. اشتغل تشابه مثلثات عادي وطلع الرقم. تمام? بس اما حاجة تطلع لي ايه? تحت كل حمل المركز. الكيمة المنظرة لي من الانفولنسلين. تمام? عملت الموضوع ده في الامتحان كده خلاص انت خلصت. تبدأ بس ايه? تجمع. تجمع ازاي? ام اللايف لود مسلا في الحالة دي. هيبقى عبارة عن ايه? الحمل المركز اللي هو اتنشة ونص اللي في النص ده. الكيمة المنظرة ليه كم? الكيمة المنظرة ليه ستة. عندك حملين الكيمة المنظرة ليه ستة. فيبقى اتنين فيه اتنشة ونص في ستة. زي ده عندك حملين تانين الكيمة المنظرة ليهم خمسة بوينت خمسة خمسة. فيبقى اتنين في اتنشة ونص فيه خمسة بوينت خمسة خمسة. زي كمان حملين اللي هو واحد واربعين واثنين ده. اضربهم في اتنين بوينت خمسة سبعة خمسة. يعني اتنين في واحد واربعين واثنين في اتنين بوينت خمسة سبعة خمسة. انا هشغل ضب الاتراك. فاضرب كمان مرة في اضرب كل رقم دي في اتنين. يطلع لي بكاما يطلع لي بألف وواحد وتسعة من عشر رطن في المتر. تمام? ودي كده الحل الاول ايه. طب الحلقة التانية. لك الحلقة التانية هاتي الاحمال بتاعتك كده ايه? في النص بالزبط. يعني هاتي الاحمال بتاعتك المركزة اول حمي مركز هاته في النص. او مش اول التاني حمي مركز يعني. هاته كده في نص القامرة بالزبط. عند صنطلان القامرة. ورس بقيت الاحمال بالتناسب معاه على نفس المسافات. واحد وستة واحد وستة وهكذا. تمام? يبقى الحل الاولية عملت الاحمال كلها سيمتريك. يعني مشيت تمانية من عشرة مينو تمانية من عشرة اشمال واحدات الاحمال. الحالة التانية ان انا جيت الحمل المركز هاتته في النص بالزبط. تمام? وقررت نفس الموضوع برضو ركزت الاحمال الموزعة. حسبت الارقام اللي تحتها. آآ عملتها زي من عند الركيزة مشيت مسافة نزلت تحت ايه? الا على اتنين. الا على اتنين. الا على اتنين وهكذا. تمام? الا على اتنين يمين واشمال. يعني نص المسألة يمين ونص المسألة شمال. ما تجمعوش مسافات كلها. آآ بعد ما عملت الموضوع ده وجبت الارقام المناظرة ليها با ايه على اتنين او آآ باتشابه المثلسات. قدر دلوقتي ايه? احسب الام لايف. آآ نفس الفكرة برضو كل كيمة تحت الكمة المناظرة لي. اتنشر ونص في الستة اللي تحتها. اتنشر ونص التانية في خمسة بوينت تسعة حمسة. عندي حملية بنفس المنظر ده فاضرب في اثنين. بعد كده عندي كمان حمل تحته خمسة وخمتاشر. فيبقى اتنشر ونص في خمسة وخمستاشر. بعد كده الحمل تمانية وتلاتين اضربه فيه اتنين بوين تلاتة سبعة واحدة. بعد كده الحمل اربعة واربعين واربعة اضربه فيه اتنين بوين سبعة سبعة خمسة. اضرب الارقام دي كلها في اتنين هتديني الام لايف لوت بتساوي ألف وثلاثة واثنين من عشر طن في المتر. هشتغل على واحدة هشتغل طبعا علىها الكبير. اللي هي ألف وثلاثة واثنين من عشر طن في المتر. تعاني يبقى دي كده. نكمل بقى مسألاتنا زي ما كنا بنعمل بقى على طول. تغش الاول بقى كده على الشير. مسلس مقداره رأس بقى رأس واحد والنحية الثانية صفر. هحط الأحمال بتاعتي لاثنشر ونص في اول ركيزة. اتنشر ونص واثنشر ونص وكذا. ومسافة هحط الأحمال الموزعة. اراكز الأحمال الموزعة دي. احسب الكمورة المناصرة تحتاجها على طول. تمام. بعد كده اعمل ايه? الارقام دي طبعا بحسبها تشاوم مسلسات. الارقام اللي اصدتك دي يا بوينت تلاتة سبعة بوينت تلاتة تسعة الستة دي. ده كلهم انت شاوموا ثلسات ده تشاوموا ثلسات تمام? او النسبة اللي تحسبها تضربها في الواحد. نسبة من الطول يعني ده نسبة الطول. مجموعة المسافة مثلا على سبعة وعشرين. مجموعة المسافة من الركيزة على السبعة وعشرين. مش жить مثلا مسافة اا عشرة متر يبقع عشرة متر على سبعة وعشرين دي النسبة دي. تمام? او تص ensures مسالتات أيان يكون الطرية اللي انت تحب بها يعني. طرية السهلة او انت فاهمها او سهلة بالنسبة لك اعرفها. ايه بتساوي ايه? بتساوي كمه الاحمال دي مجموحة اللي مثلا خمسة وعشرين وستة هاضربها في رقم اللي تحتها اللي هو اه بوينت تلاتة تسعة ستة. اجمع عليه الاحمال المركزة. ممكن اخد الاحمال المركزة كعمل مشترك. من اتناشة ونص مضروفة في الارقام دي كلها. يبقى اتناشة ونص مضروف الواحد زائد. بوينت تسعة اربعة واحد زائد بوينت 8 تمانية واحد زائد بوينت تمنية اثنين اثنين. تمام? اخد بالك بس الملحوظة يعنيقت فيه غلطة انا في ف Instant المسألة. الخمسة وتمانين وستة دي مضروفة فيه. بوينت تلاتة تسعة ست. دي بوينت تلاتة تسعة ستة مش بوينت اربع سيفر اربعة. تمام? فدي كده عدلها. دي بوينت تلاتة تسعة ستة. الرقم اللي اصدعلك بقى من الكلام ده اضربه في اتنين. على اساس ان انت معها انت اكدر بالتراك. يعني بيساوي في الاخر كيو. لايف لود بيساوي مية تمينة وتسعين وتسسة من عشرة طن. تمام. يبقى كده عرفت الام لايف والام دت. ابدأ بقى اخش في الشغل السستماتيك بتاعي اللي انا حافظته. الفايل يا بوينت سبعة تلاتة زائد اثنين وستاشر مية على جزر الاي ثان острين من عشرة. الاي هنا ازبان الكبري كله. فيبقى معاه في المسالات بتاع الفايل بيساوي بوينت سبعة تلاتة زائد اثنين وستاشر مية على جزر السبعة وعشرين ناقيص اثنين من عشرة. سبعة عشرين لوها الاي يوضو الكبري. بيساوي في النهاية واحد بوينت واحد ستة. طبعا ما بين واحد واثنين واكذا. احسك في ده الام لايف الامباكت والكيو لايف زاد امباكت. اضرب 5 في الرقمين. اطلع في النهاية المومنت 1137.10 طن في المتر. والكيو لايف زاد الامباكت بيساوي 184.32 طن. اضيف عليهم بقى الامدد. يبقى الامدد زاد امباكت بيساوي 1479.10 طن في المتر. والكيو لايف زاد امباكت بيساوي 222.82 طن. يبقى الفانل السنينج اكشن هي الارقام دي كده ودي المسألة بقى دي الارقام اللي انا كمل بها بقيت المسألة كلها لاخر السنة. تمام? دي بقى الارقام اللي انا كمل بها. وملحوظة برضو دي الارقام اللي اتتاخدها وتوديها في مسألة البوني. لو انت بتصمم القرص جردر. الكوبري اللي معاكنه ايه كوبري ديك ولا بوني. في المشروع بتاعك كوبري ديك ولا بوني. في نوعيني. في ناس معاها ديك وفي ناس معاها بوني. تمام? اللي معاها كوبري بوني هياخد الام دي المومنت دي ويرجع يكمل بها مسألة القرص جردر تمام? يحسب ليو فريم اكشن. تمام? يحسب ليو فريم اكشن. ادخل بقى تعصير بقى الاماديشنل والكلام ده. يحسب الام اكس كاملة بقى. تمام? آآ بس اكتبت كده في مربع كبير كلمة المومنت والشير ودي اللي نكمل بها بعد كده.